كورونا تستنفر الجهاز التنفيذي واجتماعات ماراتونية لإبراق التعليمات عشرة إجراءة وقائية لمنع انتشار عدوى الفيروس بالجزائر لتختلف الرؤى بين الفاعلين في القطاع حول خطط الحكومة بين ناجعة وفاشلة مدير مستشفى القطار الإجراءة الصائبة لوضع استثنائي كهذا حالة تأهب رفعت خلايا لليقظة والرقبة واستعدادات لعلاج المشتبه في إصابتهم مع دعوات لتزويدهم بالكمامات والأدوية ثم إجراءات صائبة وهكذا تعطينا أيضا كامل صلاحية في التصرف محلي وعلى المستوى القاعدي بالتزود بكل المستلزمات التي لازم على المستوى المؤسسة التي عمل بها هناك اجتماعات دورية للأساتيدة رؤساء المصالح والطبي والشبه الطبي وحتى الأعوان لتوعيد حتى كيف التعامل مع المشبوه حالتهم وخطط استثنائية أيضا لتكفل بها كذا حالات قم به الحكومة حاليا التأطير والتوجيه من الوزارة الوصية أخصائيون في أمراض الأوبئة يصفون استراتيجية الحكومة بالمتأخرة وسياسة الاتصال غير مبنية على المكشفة والصراحة خاصة الإعلان المتأخر عن حالة الإصابة والندوة الصحفية لوزارة الصحة الباهتة ولكن مع الأسف عدنا أكثر من عشرين سنوحنا نقول يا ودي تهيو تهيو خوضوا بجدية الصحة العمومية نخدم نورنا ندر نورنا نصطنفرنا ودرنا برنامجة عشر نقاط وندوة الصحفية كارثية ومن بعد الصحة يجي تبدل ومن بعد يدي الإجابة يعطيها هذا كنت عمو نظمة العالمية للصحة ومن بعد يجي دعا ودي تبدل الكرسي يعني غيره كانوا جزائريين بيناتهم معهد لليقظة الصحية لمواجهة الأوبئة حتمية يشدد عليها أطباء هذا الاختصاص فظهور عديد الأوبئة والفيروسات أبان في عديد المرات عن صعوبة التحكم في الوضع ترجمة نانسي قنقر